اهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليمي الفني حلقة جديدة في بايتنا مدرسة النهاردة هناخد الحلقة التانية ان شاء الله في مادة المؤيسات الصف الثاني كسم ملابس جهزة احنا الحلقة اللي فاتت اخدنا تعريف المؤيسة واخدنا تحليل الموديل هنرجع مع بعض كده على تعريف المؤيسة احنا بنقول ايه هي المؤيسة احنا عارفين ان مادة المؤيسات هي مادة من المواد المهمة في كسم ملابس الجهزة وتعتبر مادة من اجزاء المهمة في مصنع الملابس الجهزة لان احنا بناء عليها بنحدد تكلفة السلعة من حيث الخامات الاسسية والخامات المساعدة والالات والمعدات اللي هتدخل في تصنيع السلعة علشان اقدر احدد سعر المنتج اللي انا هبيعه ايه هنرجع مع بعض على التعريف بقول المؤيسة هي ايه هي حساب كل ما هو في صنوعة او تنفيذ السلعة المطلوبة من تقدير كميات واسمان الخامات الاسسية والخامات المساعدة وتحديد مراحل التشغيل المختلف من تصميم ورسم بطرون وقص وتشغيل وخطوط انتاج وتحديد اجور ايه العمال سواء بالقطع او ايه بالزمن لانا بحدد سعر المنتج بحس بمؤيساته بقدر حدد سعر المنتج ان انا ايه لما يجي هنزله في الاخر في السلعة هنرجع مع بعض برضو على المسائل وازاي اجيب الخامات الاسسية والخامات المساعدة واجيب اه برضو تحليل الموديل هناخد اول مسألة مع بعض اول تمرين مع بعض اه ارادة مصنع انتاج عدد 80 فستان طفلة يحتاج الفستان الواحد طبعا دي المعطيات بتاعة المسألة اللي هو بالدهني متر 75 سنتي من القماش كل فستان بيحتاج الى متر 75 سنتي من الدونتيل الفستان يحتاج الى ست زرائر صغيرة صغيرة هنكمل مع بعض هنا هيبدأ احل المسألة بتاعتي اول حاجة عجيب كمية القماش اه هو قال لي انه هو عايز يعمل 80 فستان القماش الواحد بياخد مية خمسة وسبعين سنتي يبقى هاخد المية خمسة وسبعين في الثمانين هيديني مية واربعين متر كمية شريط الدونتيل برضو قال لي ان الفستان الواحد بياخد من متر خمسة وسبعين الى هضربه في ثمانين هيديني كم مية واربعين يبقى انا بحسب اه دي حسبت اول حاجة كمية القماش وحسبت كمية شريط الدونتيل اللي هو خاص بالمصر بالمنتج حاجة بعد كده احسب كمية الازرار طبعا هو قال لي ان كل فستان بياخد ست زرائر يبقى هقول ست زرائر في ثمانين اللي هم عدد الفستين هيبقى ربعمية وتمانين زرار كمية الخيط هو قال لي ان كل اربع فستين بتاخد كم بتاخد بكرة خيط واحدة زي ما احنا قلنا المرة اللي فات برضو قلنا ان انا باخد عدد الفستين واسمها على اربع وبعد كده بضرب في ايه بضرب في واحد اللي هي البكرة الوحدة فبتلع لي عشرين بكرة هو هنا طلب طبعا في المسألة بتاعتي طلب مني تحليل الموديل هشوف الموديل بتاعي بيتكون من ايه احنا قلنا الموديل بتاعنا كان عبارة عن ايه فستان بوسط في مرد في امام وفي خلف فبقول ان الجزء العلوي الامام الجزء العلوي في ايه في اتنين قطعة ليه لانه بيقسمه بي المرد يعني المرد بيقسم الجزء العلوي بيخلي الامام عندي ايه قطعتين الخلف طبعا قطعة واحدة عندي اتنين كم قصير وكولة الكولة طبعا بتبقى اتنين قطعة لان الكولة والبطنة بتاعتها الاسورة اتنين قطعة وبقول اتنين قطعة للبطان هاجي بقى للجزء السفلي في الجونيلا طبعا الجونيلا بتاعتي فيها كشكش فبقول ان الامام قطعة واحدة والخلف ايه قطعة واحدة باجي بقى للخامات المساعدة اللي انا دخلتها جوه الفستان لازم اكتبها برضو في تحليل الموديل الفستان في ايه طبعا فيه ضنطيل بالسد والرقبة والاسورة والديل يعني انا عندي الدنطيل حق فيه جزء فيه السدر وجزء فيه الرقبة على الياقة والاسورة عليها دنطيل والديل عليه دنطيل طبعا الموديل فيه ست ايه زرائر من الامام كده انا عملت ايه تحليل الموديل انا بوصف الموديل بالزبط زي ما هو ايه قد ايه نيجي نشوف تمرين تاني ده التمرين التاني برضو عوارة عن فستان طفلة هنجي نشوف طالب ايه في التمرين دوت ارادة مصنع انتاج عدد 80 فستان طفلة يحتاج الفستان الى كم الى متر وربح من القمش كل فستان بيحتاج الى 75 من 100 متر من ايه من الدنطيل الفستان بيحتاج الى ايه ست زرائر طالب ايه مني بقى اول حاجة هو اجيب لي بقى ايه المسألة ان انا هعمل المطلوب بتاعي في صورة نقط يعني طالب كمية القمش كمية شريط الدنطيل كمية ايه الزراير نيجي نشوف ايه تاني مطلوبة حزاب كمية الخامات الاسسية والخامات المساعد تاني حاجة ما هي كمية الخامات المطلوبة مطلوب شراءها لاستكمال عدد 120 فستان يعني معنى كده ان هو ان انا احل المسألة مرتين مرة بالمطلوب الاولاني ومرة بالمطلوب التاني طب تيجي نشوف ايه الخطوات دي تمشي ازاي مع بعض اول حاجة عن حل المطلوب الاولان كمية القمش هو بيقولي ان الفستان الواحد بياخد كام بياخد متر وربع عدد الفستان كام 80 يبقى متر وربع في 80 هيديني ايه 100 متر يبقى دي اول نقطة حلتها لكمية ايه القمش تاني حاجة كمية شريط الدنطيل الفستان الواحد بياخد 75 ايه ايه من 100 يعني متر لربع هدربه في 80 هيتلع لي 60 ايه متر نيجي للتالت كمية الزراير بقى كل فستان بياخد كام بياخد 6 زراير يبقى 6 في 80 هيديني 480 زرار كمية الخيط برضو كل اربع كل اربع فستان بتاخد ايه بقرة خيط واحدة يبقى هقول 80 على اربعة هيديني 20 بقر يبقى انا كده حلية المطلوب الاولان نيجي نشوف بقى المطلوب التاني هو طالب مني ايه طالب مني ان انا احسب كمية الخامات الاسية والخامات المساعدة لمية وعشرين فستان طب انا هعمل ايه بقى هعمل المية وعشرين فستان الاول هاجي اولان كمية القماش بتساوي متر وربع في مية وعشرين هيديني ايه 150 متر بعد كده كمية شريط الدنطين اللي هم المتر اللي ربع اللي هو 75 من مية في مية وعشرين فستان هيديني كم 90 متر كمية الزراير 6 زراير في مية وعشرين هيديني 720 ايه زرار كمية الخيط 120 على 4 هيديني 30 بقى كده انا جبت تكلفة ايه جبت تكلفة 80 فستان وجبت تكلفة 120 فستان هو طالب مني كمية الخامات الاسية والمساعدة اللي هيشتريها علشان يكمل بقية الكمية هاجي هعمل ايه بقى هاجي هانا حسبها هوا الكمية الخامات المطلوب شرقها لاستكمال عدد 120 فستان كمية القماش المطلوب شرقها انا عندي انا عندي كمية الامطار اللي انا هاشتريها علشان اقدر ازود ايه الكمية بتاعتي نفس الموضوع عامله في ايه كمية الدنطيل كمية الدنطيل اللي مطلوب شرقها انا عندي المية وعشرين مكلفني تسعين تسعين متر والتمانين مكلفني كام ستين متر هطرح الستين من التسعين هيديني تلاتين متر يبقى انا اللي انا هحتاج اشتريه في الدنطيل تلاتين متر كمية الزرائر المطلوب شرقها انا عندي الفستان 120 فستان بياخدوا 720 زرار والتمانين فستان بياخدوا 480 زرار يبقى انا الكمية اللي انا هشتريها كام 240 زرار يبقى انا بحسب ده بطرح الاتنين من بعض عشان اطلع الكمية اللي انا عايزة اشتغل ايه بيه اللي انا هشتريها هاجي بعد كده الاخر حاجة للخط بقول ان المية وعشرين فستان بياخدوا كام بياخدوا تلاتين بكرة والتمانين فستان بياخدوا عشرين ايه بكرة يبقى انا هشتري كام بكرة عشرين بكرة يبقى انا كده حددت من خلال الكمية اللي انا جبتها حددت ايه الكمية المطلوب شراء يبقى انا كده حددت ايه الكمية اللي المصنع هيشتريها عشان يكمل ايه المية وعشرين فستان ودي تعتبر اطول مسألة في ايه في التلم الاولين وهنحل برضو زيها مسائل تانية بعد كده نيجي بعد كده بقى هندخل في القوانين القوانين دي اللي هي القوانين الاساسية اللي انا بمشي عليها فيه المؤيسات على اساسها بابدأ احدد مسافات الخياطة الكمية القماش ازاي هعمل التعشيق بتاعي ازاي هطلع كمية القماش الموجودة دي قوانين ثبتة ما بتتغيرش والمفوض ان احنا ايه نحفظها ونفهمها كويس يعني نفهمها ونحفظها الاتنين مع بعض هابدأ اول نتكلم في اول حاجة السنايات يعني ايه السنايات يعني هي نهاية الاطراف المنتج يعني نهاية اطراف المنتج زي ايه زي الكم زي ديل البلوزة ديل البنطلون ديل الفستان يبقى اي نهاية اطراف هي بسميها ايه سنايات طب السنايات دي ليها قانون او ليها قانون بمشي عليه وبتختلف من من التانية بتاعت الكم غير تانية الديل ماش غير تانية مثلا البلوزة غير تانية الجيبة غير تانية البنطلون يبقى كل تانية من هنا بتختلف ايه من من ايه من قطع القطع يمكن القطع الوحدة يبقى التانيات فيها مختلفة اول حاجة بقولها هنا اولا التانية بيترك اتنين سانتي من اتنين سانتي لخمسة سانتي مسافة التانيات مختلفة يعني من اتنين سانتي لخمسة سانتي مسافة التانيات المختلفة اتنين سانتي دي ممكن تبقى ايه ممكن تبقى في الكم زي ما يعني احنا شايفين الموديل قدامنا كده ممكن تبقى في الكم اتنين سانتي ممكن تبقى في البلوزة لو بلوزة خفيفة بتبقى اتنين سانتي طبعا الجيب والبنطلون ممكن توصل من 3 ل 5 سنتي الفستان برضو بتبقى ايه برضو من 3 ل 5 سنتي في حاجات بقى بعملها ايه بعملها على تانية رفاية اللي بقول عليها سن الابرة اللي هي بتبقى 2 سنتي يبقى احنا عارفنا اول حاجة التانيات انه ممكن ما يجيبها ليش في المسألة بس انا اعارف القانون بتاع ان التانية بتبقى بتبدأ من 2 سنتي ل 5 سنتي نيجي التاني حاجة سواني معلش اللي بتاع بيجري هنيجي بعد كده لا سواني معلش موفوض نشر اه هنقول بعد كده اللي هي المسافات بتاعة الجناب هنجي هنتكلم عن مسافات الجناب هقول ان مسافات الجناب هنا عندي بتختلف برضو من منتج لمنتج ايه منتج اخر طب مسافات الجناب ومسافات القصات دي بتبقى حسب المنتج عندي يعني انا بتختلف عندي التانية من منتج لمنتج تاني ازاي انا عندي في التانيات زي ما احنا شايفين كده في الموديل دوت التوسعات والتانيات انا عندي حسب القصة وحسب الموديل بتاعي يعني القصات بيبقى فيه فيه خط الجنب بيبقى فيه توسعات بتبدأ من 3 سنتي ل5 سنتي حسب الموديل يعني الموديلات القصية القصيرة بتاخد من 3 ل5 سنتي طب الموديلات الطويلة بتاخد من 7 ل10 سنتي القانون بتاح بحسبها ازاي بحسب عرض القطع زائد مسافة التوسيع زائد زائد مقدار ايه الحياة يعني انا عندي دلوقتي لما باجي احسب الخطوط بتاعت التانية انا دلوقتي لو عندي قصة برينسس زي ما احنا شايفين في الموديل كده بيبقى الحساب بتاعي انا ممكن اعمل ايه مسافات الخياطة بتبقى من 3 لكم ل5 سنتي لو نزلت تحت على التوسيع في الجونيلا الجونيلا بتبدأ من 7 ل10 سنتي يبقى انا ااخد بالي قوي ان التوسيعات بتاعت الجناب مسافات الخياطة اللي انا بحطها على القطعة الملابس بتختلف عن من قطعة لقطعة اخرى يعني دلوقتي بتبدأ من امتا بتبدأ من 2 سنتي حاجات بتاخد 2 سنتي زي ايه زي خطوط الجناب خطوط الجناب بتبقى 2 سنتي عندي الخطوط التانية اللي هي بتاعت الحرادات الرقبة وحرادات الابط بتبقى من نص سنتي لتلات تربع سنتي يبقى انا عندي قانون اللي احنا اخدناه اول قانون قلنا اتكلمنا عنه اللي هو ايه اللي هو قانون السنيات ازاي احسب سنيات ايه الكوم كسنيات الديل هحسب مسافات الخياطة اللي بخدها على البطرون بتاعي ان انا بقول خطوط الجناب بتاخد 2 سنتي من 2 ل3 سنتي لكن خطوط الحرادات الرقبة او حرادات الابط اي حردة عندي بتاخد من ايه من نص سنتي لتلات تربع سنتي القصات زي ما احنا شايفينها بتاخد من 3 سنتي لغاية 5 ايه سنتي نيجي بعد كده ليه القصرات والقصرات دي ليها كواعد ثابتة واساسية وليها حسابات ولازم نعرف ان انا ازاي مسلا اعمل قصرة واحدة ازاي اعمل قصرتين ازاي اعمل تلاتة ازاي اعمل بليسية لان انا عندي بيختلف القصرات من ايه من شكل الاخر يعني ايه قصرة قصرة اللي هي الطاية اللي بتبقى موجودة في الكطع بول هي الطاية التي يتم عملها على الكوماش بغرض اعطاء شكل جمالي للفستان او الجونيل مع اعطاء الاتساع المطلوب للزيل يعني انا بعمل الطاية دي علشان ادي شكل جمالي للمنتج وفي نفس الوقت اعمل ايه اتساع للديل اتساع للديل اول حاجة بيقولك يا تراوح عرضها من واحد سنتي الى ستة سنتي مسافة القصرة بتسوي عرض القصرة في اتنين يعني انا عرض القصرة عندي يا بقى واحد سنتي لغاية ايه اتنين ستة سنتي يعني من واحد لستة ممكن اعملها واحد اتنين اه تلاتة اربعة خمسة ستة حسب ما ايه حسب الايه العرض اللي انا عايزاها في الموديل مسافة القصرة بقى لان انا عندي بتني قصرة مرتين تلات مرات عندي ايه المسافة وبعد كده العرض بتاع القصرة وبيديني ايه مسافة القصرة فأقول مسافة الكسرة بقول عرض الكسرة نفسها بضربها في اتنين عشان يديني المسافة مع العرض تاني حاجة عرض القطعة ازاي بقى احسب لو انا هحط الكسرة في الموديل ازاي احسب كمية القماش اللي هتجيلي يعني احسب ازاي ان انا هحط كمية القماش بتاعتين بقول عرض القطعة بتساوي عرض القطعة زائد مسافة الكسرة زائد مقدار الحياكة حول النموذج زائد توسيع الجنب يبقى انا بضيف هنا يعني المنتج ايه بضيف شايفين واخدين واخدين بالنا كده من الشريحة بتاعتنا بتقول ايه بتقول عرض الكتعة بتساوي عرض الكتعة زائد مسافة الكسرة هقولها تاني عرض الكتعة بتساوي عرض الكتعة زائد مسافة الكسرة زائد مقدار الحياكة حول النموذج زائد توسيع الجنب يبقى انا بعمل ايه بقى عرض الكسرة عرض القطعة بتساوي مسافة الكسرة زائد مقدار الحياكة حول النموذج زائد توسيع الجنم ده اللي انا بضيفه على القطعة الملبسية بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم نيجي نشوف بقى مثالينا هنا لو احنا اخدناه في مثال ماشي ايه ثواني بس انا ازبطه لكم عشان اجيب لكم المثال بتاع القصرة عشان يطلع مضبوط معنا هنا بقى بيقولي كمية القماش اللازم للامام لو انا عندي جونيلا كمية القماش اللازم للامام بسوي ايه عرض الامام كامل اللي هو 52 زائد توسيع الجناب ستة اللي هو ايه ستة سنتي زائد مسافة القصرة الواحدة اللي هو اتناشر من اتناشر اتناشر سنتي يعني انا حسبت هنا القصرة بتاعتي ما جيت حسبت القصرة بتاعتي ماشي هو بيقولي ان الجونيلا بتتحسب على ايه اللي بحسب عرض الامام كامل زائد مسافة القصرة يعني انا عندي دلوقتي الموديل فيه قصرة واحدة يبقى انا هقول عرض الامام كامل اللي هو ال 52 زائد الستة سنتي اللي هما ايه عرض القصرة زائد ستة سنتي كمان اللي هو ايه مسافة القصرة بقى انا كده قلت ال 52 زائد اتناشر زائد ستة توسيع الجناب التلاتة من الجنب ده وتلاتة من الجنب ده يبقى انا عملت ايه توسيع للجنبين زائد ايه اتنين سنتي لمسافات الخياط ده اللي ما بيجي احسب القطع بحسبها كده بقول لي هنا في التصميم اللي ازي امامك الجونيلا بها قصرتين احنا اخدنا المرة فاتت ايه قصرة واحدة طيب هنا بيقول لي فيه قصرتين في الايه في الموديل الامام ويحسب عرض الامام من كل ادي يعني انا هحسب عرض الامام في الموديل دوت كل ادي باخد نص عرض الامام زائد توسيع الجناب زائد مسافات القصرة زائد مقدور الحياكة واضرابه في اتنين ماشي او الامام كامل زائد توسيع الجناب زائد مسافات القصرتين زائد مقدور الحياكة حولنا طيب احنا خلينا نركز في حاجة واحدة احنا دلوقتي لما كان عندنا قصرة واحدة قلنا عرض الامام كامل وبضيف عليه مسافة القصرة الوحدة يعني انا بحط عرض الامام كامل وبضيف عليه مسافة القصرة الوحدة هنا بقى لو عندي قصرتين فباخد نص عرض الامام لو هو مديني في المسألة نص عرض الامام يبقى باخد نص عرض الامام وبضيف عليه مسافة القصرة وبضيف عليه توسيع الجناب ومسافات الخياط طب هو لو مديني العرض الامام كامل بروح حط عرض الامام كامل وروح ضيف عليه مسافة القصرتين ومسافة التوسيع بتاع الجنبين ومسافة الحياك يبقى فيه فرق بين ما يكون عندي قصرة واحدة في الامام وفيه فرق ما يكون عندي قصرتين لانا عندي خط نصف الامام بيسمني الجيبة نصين فيه قصرتين يعني نحيبقى النص هنا فيه قصرة ونص التاني فيه قصرة لكن في الجنلة اللي فيها قصرة واحدة بتبقى في امام الوحده والامام التاني فودي بيبقى فيه بنسة او ما فوش ايه حاجة خالص بيبقى ايه جزء وجزء ده الفرق بين ايه بين الجنلة اللي فيها قصرتين وفيه الجنلة اللي فيها قصرة ايه واحدة نيجي بقى في مثال هنا زي ما احنا شايفين كده هو بيقول لي في المثال ده مديني الجونيلا فيها ايه فيها قصرتين اهو تصميم الازي امامك الجونيلا بيها قصرتين من الامام نصف عرض الامام 26 سنتي المطلوب حساب كمية القماش اللازم يبقى انا هنا هو اداني في المثال هنا الجونيلا فيها ايه فيها قصرتين ومديني نصف عرض الامام وطالب مني ان انا احسب الجونيلا كاملة يعني احسب الكمية القماش اللازمة للا ايه? للامام فقط. طب هاجي بصين. هنا كمية القماش اللازمة للامام. بقول نص عرض الامام اللي هو كام? اللي هو الستة وعشرين. زائد توسيع الجناب. توسيع الجناب اللي احنا قلنا عليه ان انا بوست لازم ازود توسيع للجنب عشان الحركة بتاعة ايه الرجل اللي هو السيدة وهي ايه بتمشي. يبقى هنا ايه نص عرض الامام اللي هو الستة وعشرين. زائد توسيع الجناب اللي هو ايه تلاتة. احنا عندنا ايه? احنا حطت تلاتة ليه? لان احنا عندنا ستة في التلاتة هنا في الجنب وتلاتة في الجنب التاني. فانا حطته من ايه? تلاتة فقط. زائد مسافة الكسرة اللي هي اتناشر سنتي. زائد مقدار الحياكة اللي هو واحد سنتي. وبعد كده بروح ضربة كل ده ايه? في اتنين عشان يطلع لي امام كامل. عشان يطلع امام ايه? امام كامل. يبقى هنا. انا عملت حسب القانون اللي هو مدهوني. اللي بيقولي نص عرض الامام. زائد توسيع الجناب. زائد مسافة الكسرة. زائد مقدار الحياكة. واضرب كل ده في اتنين. هيطلع لي كمية القماش اللازمة. اللي ايه? ليه تنفيذ الامام. نيجي في الموديل التاني. بولي في التصميم اللازي امامك الجونيلا بيها اربع كسرات. هنا اختلفت. يبقى انا اخدت ايه? اخدت الجونيلا اللي فيها كسرة واحدة. واخدت الجونيلا اللي فيها كسرتين. هنيجي للجونيلا اللي فيها اربع كسرات. هل بتختلف في الحساب? اه طبعا بتختلف في الحساب. انا كده كده عندي القانون ثابت اللي هو بتاع ايه? بتاع عرض الكسرة ومسافة الكسرة. اللي هو لو الكسرة عندي بتبقى عرضها ايه عرض الكسرة ستة يبقى مسافتها بضرب الستة في اتنين فبيبقى ثابت عندي كده يبقى انا اللي اتنشر ايه اتنشر سنتي بتوع العرض مسافة الكسرة دول عندي سبتين ده في حالة لو ان الكسرة عندي ستة طب لو الكسرة عندي اقل هتبقى ايه اتنين هتبقى ايه تبقى تمانية ايه اتنين تبقى اربعة لو اربعة هتبقى تمانية لو ستة هتبقى اتناشر يبقى انا حسب ايه العرض اللي انا حطاه لو ايه measures بيقولي هنا بقى في التصميم الذي امامك الجونلة بيها 4 قصرات في الامام ويحسب عرض الامام نص عرض الامام زي توسيع الجناب زي مسافة القصرتين يبقى انا بحط مسافة ايه كصرتين مش بحط مسافة قصرة واحدة يبقى هنا بحط مسافة ايه كصرتين زائد مقدار الحياكة واضرب كل ده ايه في اتنين او طبعا القانون التاني اللي هو لو اديني الامام كامل هقول الامام كامل زائد توسيع الجناب زائد مسافة الاربع كسرات زائد مقدار الحياكة حول النموذج يبقى انا هنا ماشي طبعا القانون بتاعي يبقى لازم اعرف الاول عشان كده بنقول لازم نعمل ايه لازم نعمل تحليل للموديل ليه بعمل تحليل للموديل علشان اعرف الموديل بتاعي ده فيه كام احسبه ازاي هل الامام هنا زي ما احنا شايفين في الجونيلا هنا الامام هنا شبه بعضه ولا الامام هنا مختلف يعني ممكن تجيلي في الجونيلا ان قصرتين في جهة واحدة في الامام والجهة التانية ما فيهاش قصرتين يبقى انا هحسب ايه هحسب الامام كامل وحط مسافة ايه القصرتين بتوع النص التاني بتاع الامام لكن هنا لو هو مديني زي ما هو مديني في المثال دوت ان القصرتين الجونيلا فيها اربع ايه قصرات نيجي بقى نشوف مثال بقى في التصميم الذي امامك الجونيلا بيها اربع قصرات في الامام عرض الامام كام اتنين وخمسين سنتش المطلوب حساب كمية القماش اللازم يبقى انا هو عايز ايه كمية القماش اللازم لحساب الامام للجونيلا دي اول حاجة احنا احفظ القانون لما بحفظ القانون ببعارف اشتغل ازاي في المسألة يعني لما كنا حافظ القوانين هعرف اشتغل ازاي في المسألة لكن لو انا مش هعرف احفظ القوانين مش هعرف اشتغل في المسألة كويس وهحل المسألة غلط اول حاجة عندي هنيجي نشوف هنا حل المسألة ازاي كمية القماش اللازم للامام الامام كامل لو مديني الامام كامل اتنين وخمسين هو الدني الامام كامل كامل اتنين وخمسين زائد توسيع الجنابي يبقى انا حط مدام الدني امام كامل احط توسيع اه الجناب كامل يبقى حط يبقى توسيع الجناب كام ست زائد مسافة الكسرات اللي هي ايه انا عندي الكسرة الواحدة اتناشر وهم اربع كسرات يبقى اتناشر ايه في اربعة زائد مقدار الحياكة زائد مقدار الحياكة حول النموذج هيبقى للامام كله هياخد كام؟ هياخد مية وست طبعا هو مديني هنا الامام كامت فعشان كده قلت 12 فاربعة لان انا عندي اربع كسرات فدربت ال 12 اللي هو عرض العرض الكسرة في اربعة نيجي بقى للتصميم دوت احنا اخدنا ايه؟ هنرجع تاني نقول احنا اخدنا الجنلة فيها كسرة واحدة اخدنا جنلة فيها كسرتين واخدنا جنلة فيها اربع كسرات نيجي بقى نشوف الجنلة دي عملها انا مفاجأة نشوف المفاجأة اللي هو عمل التصميم موديل جنلة بكسرات متتالية بلسية فيحسب عرض القمش بالطريقة التالية يقسم محيط اكبر حجم على عدد الكسرات المرادة مرادة عملها هنا هو قال لي ان انا بقسم محيط اكبر حجم على عدد الكسرات يعني هو لو مديني عدد الكسرات ماشي بقى ايه؟ بقسم محيط اكبر حجم وهنعمل ايه تاني؟ يضافي الناتج الى مسافة الكسرة ويدرب الناتج في عدد الكسرات فيانتج عرض القمش ايه المطلوب يعني انا اول حاجة هياخد المحيط واقسمه على عدد الكسرات عدد الكسرات اللي انا عايزة ايه؟ اعمله عشان احدد منه ايه؟ عرض الكسرة واحدد كمية القمش اللازم طب في طريقة تانية ممكن احسب بيها الكمية القمش من غير معمل الاسمة دي اه في طريقة تانية تعالي نشوف الطريقة التانية وتبقى اسهل هنشوفها في المثال ده بيقول لي محيط اكبر حجم 110 سنتش ماشي؟ عدد الكسرات 22 كسر في الجونيلا والمطلوب ايجاد عرض الكماش اللازم انا ممكن ايه؟ مفوض ان انا هامشي على القانون بيقول لي هقول 120 على 22 اللي هم عدد الكسرات هيديني ان ما ايه؟ عرض الكسرة 5 سنتش وبعد كده اخد الخمسة سنتش دي اضربها في اثنين هتيبقى عيه؟ مسافة الكسرة كام؟ عشرة سنتش طب انا ممكن اعمل طريقة تانية خالص واجب منحة كمية القمش هاخد محيط اكبر حجم واروح ضربه في ثلاث يعني هاخد محيط اكبر حجم واضربه في ثلاث هيديني كام؟ 330 متر وديه تبقى طريقة سعلة جدا اصلا الحاجة بعملها في الجنلات اللي هي البلسي جنلة البلسي عشان اعرف مثلا انا هروح اجيب كمية قمش قد ايه؟ انا هعمل بلسي هروح شايف انا دوران اكبر حجم قد ايه؟ واروح ضربه في ثلاثة واجيب الكمية على ايه؟ على اساسه نيجي بقى للايه؟ خامسا الكالونية خامسا ايه؟ الكالونية نيجي للكالونيت الكالونة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كسرتين بس قدام بعض يعني احنا اخدنا الكسرات المنفصلة لا الكالونة عبارة عن كسرتين قدام بعض بس بيبقى ايه؟ بتسيب لي فراغ كده في الجونلة بتدي شكل ايه؟ شكل جمالي للمنتج يبقى نيجي عرف بقى الكالونية هقولها هو ايه؟ هو عبارة عن كسرتين متقابلتين وتكون مسافة الكالونية ضعف الكسرة يعني انا عندي دلوقتي لو الكسرة 12 مسافة الكسرة 12 يبقى ايه؟ يبقى مسافة الكالونية كله كام؟ 24 يبقى انا الكالونية هنقوله تاني عبارة عن كسرتين متقابلتين وتكون مسافة الكالونية ضعف ايه؟ ضعف الكسر نيجي هنا ولي مسافة الكالونية بتساوي الكسرة في اتنين بتساوي عرض الكسرة او عرض الكسرة في اربعة يعني مسافة الكالونية بتساوي الكسرة في اتنين او عرض الكسرة في اربعة زي ما احنا قلنا لو القاصر عندي ستة يبقى الكلوني كله كام؟ 24 بنيجي نشوف المثال ده نحل لو جالي جيبة جونيلا فيها قصة كلونيه ويطلب مني ان انا اجيب له كمية القماش اللازم للامان اول حاجة هنا بقى نرجع هنا للمسألة بقى الموديل اللازم امامك جونيلا بكلونيه في خط النصف الامان اذا كان نصف عرض الامام ناخد بالنا نصف عرض الامام 20 سنتي بدون اضافة الحياك بدأ هنا بقى يتلاعب معايا بدون اضافة الحياك هل ممكن يجيب لي عرض الامام باضافة الحياك اه ممكن يجيب لي عرض الامام باضافة الحياك يبقى انا ااخد بالي واخد بالي بعد كده في اي مسألة يجيبها لي هل اجيب لي العرض في مسافات حياك ولا بدون مسافات حياكة هنا جايب لي قال لي ايه بدون اضافة ايه الحياكات يعني انا هضيف مسافة الحياكة على ايه على المنطقة المطلوب كمية القماش ايه للامام اول حاجة حاجة بقى عرض الامام كامل كام هاخد اه الاتنين في عشرين هيديني كام اللي هو العرض الامام ايه هيديني اربعين حساب مسافة الكلونية عرض القصرة في اثنين او عرض القصرة في اربع يبقى هنا عرض القصرة كام اربع وعشرين زي ما احنا قلنا كمية القماش هو قال لي عرض الامام كامل كام زائد مسافة الكلونية زائد مسافة التوسعات زائد مقدور الحياكة حول النموذج دا ايه دا القانون هاجة طبق يبقى هقول 80 زائد 24 زائد 6 في 2 ها يديني 92 في الآخر يبقى انا هنا اقول عرض الامام كامل وزود عليه مسافة الكلونية اللي هم اللي 24 زائد مسافة التوسعات اللي هي قلنا 3 و 3 زائد مجدور حياكة حول النموذج يبقى انا هنا مجي احسب مسافة الحياكة هقول ان انا عندي مسافة بحسب مسافة الكلونية اللي هم اللي 24 زائد عرض الامام كامل زائد ايه زائد مسافة الحياكة زائد مسافة التوسع لو هو قال لي نص الامام يبقى انا باخد نص امام زائد نص الكلونة اللي هو الاثناشر زائد ستة زائد التلاتة اللي هي مسافة التوسيع زائد الاتنين اللي هي بتاعة مسافات الحج هنتكلم بقى على آخر حاجة اللي هي في القوانين بتاعتنا اللي هي بتاعة الزيادات اللي هي الكشكشة والقرانيش طبعا هي الكشكشة وقرانيش من الحاجات الجميلة جدا اللي بتبقى موجودة في بسببستين الأطفال يعني اطفال دايما بتحب الحاجات اللي واسع اللي هي فيها كرانيش فيها كشكشة لكن هي من الكشكشة و الكرانيش بتاقد كميات كبيرة جدا يعني اكتر من الكالوني واكتر من الجونيلا دعنا نيجي نشوف هنا نتعرف يعني ايه كشكشة وعني ايه كرانيش تقدير كمية القماش اللازم لعمل الكشكشة او الكرانيش يتحكم في ايه بقى نوع التصميم سمك القماش مكان الكشكش يبقى هقول نوع التصميم سمك القماش مكان الكشكش يعني التصميم بتاعي الكشكشة بتاعته موجودة فين في الكم في الجيبة في ضنطيل في ركامة سمك القماش طبعا القماش بيختلف في السمك عن بعضه يعني القماش الخفيف مش زي القماش السميك مش زي القماش المتوسط كل نوع من انواع دي بتاخد كمية قماش اقل مكان الكشكشة يعني مكان الكشكشة هيبقى في الكوم ولا في الوسط ولا طيبس ولا في الكورنيش ولا وسط سائد يبقى ده ايه حسب ايه حسب القصة بتاعتي في المكان الكشكشة نيجي بقى نشوف القوانين بتاعتنا لحساب الكشكشة اول حاجة لو انا الكشكشة عندي في الوسط بقول الكشكشة في الخصر بتساوي عرض القماش بتساوي محيط الوست في 3 يبقى انا هنا باجي اعمل الكشكشة باخد عشان اخسب عرض القماش بتاعي باخد محيط الوست في 3 محيط الوست في كم؟ في 3 طب السن المتوسطة محيط الوسط في 2.5 يعني الاكمشة الخفيفة بتبقى في 3 مثل الاكمشة الخفيفة مثل الينو الثل دي الاكمشة الخفيفة الدنطيل الاكمشة المتوسطة مثل الروزالين الترجال دي الاكمشة تبقى في خفيفة الاكمشة الساميكة محيط الوسط في 1.5 الصف صعب انا اعمل فيه كشكشة لان الصف ساميك جدا فممكن يكون فيه صف خفيف ممكن زي الكارو اكمشة القطيفة الخفيفة ممكن اعمل فيها كشكشة الجبردين الترجال دي الاكمشة اللي ممكن اعمل فيها ايه تبقى اكمشة ساميكة واقدر اعمل فيها كشكشة بس تبقى الكشكشة بتاعتها بسيطة عشان كده بنقول ايه باخد محيط الوسط في واحد ونص لحساب الكرانيش بقى يعني انا لو عندي كرانيش فيه ادوار مثلا الجونيلا فيها مثلا كرانيشين فيها تلاتة فيها فيها اربعة يبقى زي اعمل ايه جونيلا فيها كرانيش ليها قواعد وليها قاعدة سابتة ولازم نبقى عارفين هنيجي نشوف هنا الحساب الكرانيش كرانيش الاول بتساوي محيط الوسط في تلاتة يبقى الكرانيش الاول اللي هو ببقى عنده الوسط بقول محيط الوسط في ايه في تلاتة الكرانيش التانى بقى باخد عرض الكرانيش الاول ماشي؟ واضربه في ايه في واحد ونص بقى ااخد عرض الكرانيش الاول واضربه في ايه في واحد ونص الكرانيش التالت باخد عرض الكرانيش التانى واضربه في واحد ايه ونص يبقى انا عندي هنا الكورنيش بيبقى الكورنيش الاولاني باخد محيط الوسط واضربه في ثلاث الكورنيش التاني باخد عرض الكورنيش الاول واضربه في ايه في واحد ونص الكورنيش التالت بقى باخد عرض الكورنيش التاني واضربه في ايه في واحد ونص تعالوا نشوف مسألة كده وناخد بنا من المسألة دي في حاجة مهمة جدا ان انا عندي جونلة هنا فيها ثلاث كرانيش ثلاث ادوار كرانيش بس الجونلة ثلاث أدوار الكرانيش مجبوكة باعت في حاجة باعت برضو ثلاثة في الكرانيش لازم ناخد بالنا فيها اللي هي عند تركيب ركامة لو انا هلكب ركامة بقيس المسافة المطلوبة واضربع في اتنين ونص يعن انا لو هلكب الركامة دي في الوسط هروح ضربها في اتنين ونص لو هعملها لو هعملها في الدل تحت اقيس المسافة واضربها في اتنين ونص لو هعملها في الكم يبقى اقيس المسافة واضربها في اتنين ونص يبقى انا ماجي اركب ركامة ماشي باضربها في اتنين ونص طب لو اكمشة ساميكة لو مش تخين باخد الايه باضربها في اتنين يبقى في الخفيفة باضربها في اتنين ونص لكن في الاكمشة الساميكة باضربها ايه في اتنين نيجي نشوف المثال بتاعنا اللي عندنا ده بيقولي احسب كمية الأقوماش اللازم لعمل جونيلا بسلاسة كورانيش متساوي طول كل منها 33 سنتي علما بأن مقاس الخصر 70 سنتي وذلك من كوماش المرسلين عرض 80 سنتي هنا قال لي ايه قال لي ان مقاس الكورانيش 23 والكورانيش هنا ايه متساوي اول حاجة هقول ليه عرض الكورانيش الاول احنا هنرجع للقانون هو بيقول لي انه محيط الوسط في 3 يبقى انا هاخد محيط الوسط واضربه في كم في 3 هيتلعلي كم ادي الناتج بتاعي هزود على الناتج بتاعي ده 2 خياط مسافة ايه مسافة خياط يعني هزود على الناتج بتاعي ده مسافة الخياط هيبقى ايه الناتج بتاعي في الاخر ايه 212 يبقى انا الكورانيش الاولين اخدت محيط الوسط واضربته في 3 تالي عندي ايه 210 زودت عليهم مشافة الخياطة بقى ايه 212 سنت Liter طيب عرض الكورانيش التاني عرض الكورانيش التاني هاخد هو قال لي الكورانيش التاني باخد عرض الكورانيش الاول واضربه في 2.5 قال لي ايه عرض الكورنيش الاول واضربه في كام في 2.5 فاخدت المتين وعشرة اللي هو عرض الكورنيش الاول وضربته في 2.5 فاطلع لي ايه 525 زائد اتنين مسافات الخياط هيديني كام في الاخر 527 ايه سانتي يبقى انا كده جبت الكورنيش الاول وجبت الكورنيش التاني نيجي نشوف بقى كورنيش التالت عرض الكورنيش التالت 525 يبقى لو ايه عرض الكورنيش التالت احنا قلنا عرض الكورنيش التالت ايه باخد عرض الكورنيش التاني واضربه في 2 عرض الكورنيش التاني واضربه في ايه في 2 يبقى هنا اخدت 525 بتقع عرض الكورنيش الاول اللي هو التاني وضربته في 2 هيديني 1050 سنتي وزود عليه مسافات قياطة هيديني كام 1052 سنتي يبقى انا كده جبت الكورنيش الاول وجبت الكورنيش التاني وجبت الكورنيش التالت طب عايزة احسب كمية القماش احسب ايه كمية القماش اللازمة لعمل ايه الكورنيش دي هاجي اجمع الكورنيش الاول زائد الكورنيش التاني زائد الكورنيش التالت هيديني كمية القماش المطلوبة يعني هقول ايه هقول ان انا هاجمع كمية القماش الاول كمية القماش التاني والتالت هيديني ايه كمية القماش اللازمة لتنفيذ التالت ايه التالت كورنيش للجنل تمام ده كده لو انا هنا عندي اخد بالي ان انا عندي هنا تلت كورنيش شبكة ببعض ثلاث كرانيش شبكة ايه في بعض طب لو انا عندي الجونيلا ثلاث كرانيش من الوسط الثلاث كرانيش ايه من الوسط زي مثلا ممكن يكون عندي جيبة عاملالها كرانيش وهحط العجبونة او هحط العجفون من تحت او هحط العضنطيل من تحت بحيث ما هو يبان ايه يبان جزء صغير 2 سنتي او 3 سنتي من الجونيلا من تحت فايه فده بيبقى بيبقى شكلها حلو بس بتاخد كميتكم وماش ايه اكتر طب ديك نشوف بقى دي نحسبها ازاي الموديل اللي احنا قدامنا ده فيه 3 كرانيش احنا واخدين بقنا هما 3 كرانيش بس كل كرانيش من دولة ايه مسافة بينه وبين التاني حوالي ايه 4 سنتي هو بيقولي احسب كمية الكماش اللازم لعمل جونيلا بسلاث كرانيش ماشي مقاس الخاصر سبعين سنتي ماشي هنيجي نحسبها دي حسابها غير حساب التانية خاص اول حاجة هعمل ايه هعمل كرانيش الاولين كرانيش الاول انا كله هيتركب في الوسط اخد بالي ان كله هيتركب ايه في الوسط مش هيتركب في الكرانيش من تحت زي الجونيلا هاخد عرض الكرانيش الاول اللي هو عرض الكورنيش الاول هاخد محيط الوست واضربه في واحد ونص يبقى هاخد ايه محيط الوست واضربه في واحد ونص هيديني مية وخمسة زائد خياطة يديني مية و ايه مية وسبعة يبقى انا كده جبت ايه جبت الكورنيش الاول اللي هو متركب في الوست هاجب اجيب الكورنيش التاني الكورنيش التاني هاخد المية وخمسة دول واضربها في اتنين ونص ماشي هيتلعلي ايه الناتج اللي احنا شايفينه ده وازود عليه الخياطة يبقى انا كده حسبت ايه الكورنيش الاول اخدت محيط الوسط وضربته في واحد ونص الكورنيش التاني اخدت عرض الكورنيش الاول وضربته في ايه في ايه في اتنين ونص نيجي بقى للكورنيش التالت عرض الكورنيش التالت بيساوي عرض الكورنيش الاول في اتنين عرض الكورنيش الاول في اتنين يبقى انا كده ايه حسبت ايه الكورنيش اللي هتتركب فين في الوسط طيب واجي اعمل مجموع عرض ايه الكورنيش برضو زي ما احنا اخدناه هناخد ايه الكورنيش الاول زاد الكورنيش التاني زاد الكورنيش التالت ونحسب ايه عروض ايه عرض القماشي كله اللي هيحتاجوا إيه الجونيلا يبقى فيه فرق لما يكون الجونيلا ثلاث كرانيش متركبة في الوسط أو ثلاث كرانيش متركبة في بعضها اللي متركبة في الوسط بتبقى المسافة الكشكشة بخدها من فوق أقل وبعدين أزود بزود لكن في الكرانيش بتاع اللي هي كرانيش المنتشفكة بعضها أنا إيه باتبع الكوانين بتاعة الكرانيش نيجي بقى ناخد برضو مثال تاني هنا بيقولي المطلوب إيجاد كمية القماش اللازم لجونيلا فستان طفلة بكشكشة في الخصر يعني هو حددلي أني كشكشة فين؟ في الوسط محيط الخصر 60 سنتي طول الجونيلا 30 سنتي والقماش المستعمل لبيكة عرض إيه 90 سنتي هو الدنيا عرض القماش نيجي نحسبها إزاي أول حاجة محيط الخصر 60 هضربه فيه في 3 عشان أطلع مسافة الكشكشة اللي هي 180 هو هنا لعب لعبة تاني هو الدنيا عرض القماش هو عايز يحسب القماش ده هو عرض 90 عشان أعمل الكرانيش مش هعمل فيه فيه خياطات هو المحيط الخصر الكمية القماش اللي طلع عليه كام؟ 180 على عرض القماش اللي عندي هنا 90 أنا عرض القماش 90 يبقى بالتالي أني أنا هحتاج إيه؟ هحتاج العرض مرتين بالمسافة بتاعتي اللي هي بنسافة الجونيلا اللي هي 30 سنتي يعني هو طول الجونيلا 30 سنتي فأنا هعمل الثلاثين مرتين يبقى هنا كمية القماش اللي هي الطول اللي أنا عايزاه طول القماش اللي أنا عايزاه هياخد إيه؟ هيبقى 60 زائد أربعة لإيه مسافات إيه؟ السنيات سوي 64 هقول عتاني أنا هنا حددت كمية القماش اللازمة للكشكشة كمية القماش اللازمة إيه؟ للكشكشة اللي هي 108 لكن هو عايز يعرف أنا هاخد قد إيه؟ في القماش يعني أنا ما أجي روح أشتري القماش هاخده إزاي؟ هو قال لي طول الكورنيش كام؟ 30 سنتي طول الكورنيش 30 سنتي فأنا طول الكورنيش هحتاج إيه؟ آه للأمام وأحتاج للخلف يعني أحتاج 60 للأمام 30 للأمام و30 للخلف عرض القماش عندي 90 لما أحسب عرض القماش يبقى أنا عرض القماش عندي 90 يبقى أنا مع كمية القماش اللي عندي يبقى إيه؟ يبقى أنا هاخد من العرض ده هاخده مرتين عشان أعمل أمام وأعمل خلفه وأعمل فيه كشكش طول القماش بقى اللي هي كمية القماش اللي هي إيه؟ طول الجونيلا طول الجونيلا كام؟ 30 هو هي إيه؟ هيدربها في 2 يبقى إيه؟ 60 سنتي يبقى الطول بتاعي بتاع الجونيلا 60 سنتي هزود عليها 4 سنتي لإيه مسافة التانية هيديني 64 سنتي هو هنا لعبها بفكرة جديدة ما خدناش قبل كده نوع إيه؟ عايز يحسب من العرض القماش ده أنا هاخد قد إيه طول طول القماش عندي هيبقى قد إيه؟ يعني أنا ما روح أشتري اللي مش هقوله أنا عايزة قد إيه؟ عايزة 64 سنتي عشان أقدر أعمل الجونيلا دي تمام؟ نرجع هناخد بقى إيه؟ الأكوال طبعا عارفين إن الأكوال دي من الأشكال الجميلة قوي اللي إحنا بتبقى في القطعة الملبسية وبتدي شكل جمالي للمنتج ماشي؟ فالأكوال عندي عندي القعدة العامة بتاعت الأكوال كول من قطعة واحدة وفيه كول من قطعتين كول من قطعة واحدة اللي هو الطول زائد مقدار الحياكة في واحد الطول زائد مقدار الحياكة في واحد أو العرض زائد مقدار الحياكة مرتين ماشي؟ أو العرض في اتنين للبطوء أنا مقدار إيه؟ إيه الحياكة يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي الكلة اللي ما باجي أنا أعملها بعملها بيبقى فيها جزئين يما الكلة بتبقى جزئين زي الكل بي او قطعة واحدة ماشي وبتبقى ليها مقدار حياكة وبتبقى ليها بطانة اي كولة ليها بطانة الاكوال دي انواحة كتير عندي كل شال وعندي كل تيير وعندي كل بي بي وعندي كل سبور وعندي كل اوفيسي كل انواع الاكوال كل هو قاعدة الاكوال دي كلها واحدة قطعة الاكوال جي كلها ايه واحدة ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية هنكمل بقية الاكوال احنا النهاردة راجعنا على المؤيسة ورجعنا على تحليل الموديل ورجعنا على ازاي اجيب كمية القماش وكمية الخامات الاسية والخامات المساعدة واخدنا الجنلات واخدنا السنيات واخدنا المسافات الخياطة ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل بقية الاكوال وهنكمل بقية المرضات واعتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهاردة وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله